التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز للأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم فتحت مراكز الاقتراع بوابها منذ قليل في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 تجرى الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني المقرر حيث يبدأ تصويته من التاسعة صباحا حتى تاسعة مساء هذا وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة عددا من اللجان للاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم التي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة وإحدى وثلاثين لجنة بداخل تسعة ألاف ثلاثمائة ستة وسبعين مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تحدث من قبل وتعكس وعي المواطن المصري وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45% وهذا لم يحدث في أي انتخابات أو استفتاءات سابقة وقال المستشار حازم بدوي أن العملية الانتخابية تسير وبشكل مرض وبسلاسة هذا ويدل على وعي المواطن وثقته في القضاء بالإضافة إلى وجود إشراف قضائي على كل صندوق السوشد 12 فلسطينيا فيما أصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال وبشكل عنيف بلدة جبالية شمالي القطاع ومدينة خان يونس جنوب غزة يتي هذا فيما سوش الأربعة شبان فلسطينيين في قصف لطائرة المسيرة الاحتلال الإسرائيلي لحي السبياط بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بعدة جرفات عسكرية واصل مواجهات في عدة مناطق وحاصرت قوات الاحتلال عددا من مستشفيات مدينة جنين وانتشرت آلياتها العسكرية بكثافة في مختلف شوارع المدينة وفي محيط المخيم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رامالا والبيارة بوسط الضفة الغربية للليلة الثانية على التوالي اقامت قوة راجلة من جيش الاحتلال باقتحم حي سطح مرحب في قلب مدينة البيارة الملاسقة لرامالا واطلقت قنابل مضيئة في المنطقة هذا وانتشر عدد من شبان الفلسطينيين في المدينة تحسبا لاقتحام أوسع من قبل قوات الاحتلال وامكن سماع ازيزي طائرات مسيرة في سماء مدينة رامالله نظم عشرات الناشطين في الولايات المتحدة احتجاجا للضغط من اجل التوصل الى وقف دائما لاطلاق النار في قطاع غزة ذلك في مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الامريكي قبل ان تنهي الشرطة احتجاجها وتحتجز العشرات منهم وطلب المشاركون في الاحتجاج الحكومة الامريكية بتخصيص الاموال لاولويات محلية مثل الاسكان المنسر ورعاية الاطفال بدلا من زيادة انباد اسرائيل بالاسلحة الامريكية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مافيو ميلر قال ان الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات اضافية حول تقارير تفيد بان اسرائيل استخدمت الفسفور الابيض الذي زودتها به واشنطن في هجمات على لبنان واضف ميلر انه في وقت او في اي وقت ترى فيه الولايات المتحدة ان الفسفور الابيض يستخدم بطريقة تلحق ضررا بالمدنيين فان هذا الامر يشعر واشنطن بالقلق عقد الرئيس الاوكرانية فلاديمير الزالانسكي اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال زيارته الى العاصمة الامريكية واشنطن واعلن صندوق النقد الدولي صرف 900 مليون دولار لاوكرانيا وذلك في اطار خطة مساعدة اعلن عنها في مارس الماضي توجى الدولي النيجيري مهاجم نابولي فاكتور أوسيمين بجائزة افضل لاعب في قارة افريقيا 2023 كما توجى النادي الاهل بجائزة افضل ناد في افريقيا للعام 2023 بينما حصل الدولي الجنوب افريقي لاعب الاهل بيرسي تاو على جائزة افضل لاعب افريقي في القارة ترجمة نانسي قنقر